في موقف جديد من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين المغرب وإسبانيا خرجت إدارة الأمن القومية الإسبانية DSN بتقرير جديد انتقدت فيه القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والقادي بالاعتراف بمغربية الصحراء وبثيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية إدارة الأمن القومية الإسبانية التي تتبع رئاسة الحكومة الإسبانية اعتبرت أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن اعترافها بثيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية الذي اتخذته في دجنبرا الماضية بأنه زاد من تعقيد الوضع كما خصص التقرير حيزن للحديث عن مستجدات النزع الإقليمية حول الصحراء خلال الأشهر الماضية معتبرا بأن الصراع قد احتدم بعد الأحداث التي شهدها المعبر الحدودية القرقرات وإعلان عصابة البوليساريو عن تنصلها من الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة حيث جاء في التقرير بأن الاعتراف الأمريكية بمغربية الصحراء في دجنبرا 2020 قد ذاد من تعقيد الوضع موقف إسباني جديد من شأنه أن يلقي بذلالي على الأزمة الديبلوماسية المتفاقمة بين الرباط ومدريدة والتي تفجرت بسبب قرار الحكومة الإسبانية استقبال الزعيم المرتزق على التراب الإسبانية بهوية جزائرية مذورة والذي وجه اتهامات بارتكاب انتياكات لحقوق الإنسان وهي الأزمة التي وصلت حد استدعاء الرباط سفيرته بمدريدة وتحذير الخارجية المغربية من تفاقم الأزمة في حالة إخراج زعيم البوليساريو إبراهيم غالي من الأراضي الإسبانية بنفس الطريقة التي دخل بها وفي خبر آخر أعلنت وثايل إعلام إسبانية أن حزب فوكس سيطالب في مجلس النواب الحكومة بإلغاء عملية مرحبة وإلغاء جميع الإعانات المقدمة للمغرب وإلغاء منح التأشيرات لجميع المغاربة لدفع المملكة لمنع عمليات الهجرة الغير القانونية باتجاه إسبانيا وتحدث الحزب اليميني المتطرف عما وصفه بالعدوان الدولية الذي نفذه المغرب وبهجوم هجرة وثع النطاق تجاه السواحل الإسبانية وإرى حزب فوكس أن الضمور الاستراتيجية الذي تعاني منه إسبانيا يشجع الإجراءات العدوانية المتزايدة التي يقوم بها المغرب على حد تعبيره وعبر الحزب الذي يقود سانتياغو أباسكال عن أمله في التحرك فورا مع الأخذ في الاعتبار أن إسبانيا هي الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا مما يجعله واحدة من البلدان الرئيسية المستهدفة بتدفقات الهجرة الكبيرة واستنكر الحزب ما قال إنها استراتيجية التوسع الإقليمية والابتزاذ الذي يمارس المغرب ضد إسبانيا بسلسلة من الأعمال العدائية على الحدود انطلقت هذا الأسبوع مناورات الأثد الإفريقية 2021 التي ينظمها المغرب بشراكة مع القوات الأمريكية جنوب البلاد ونشرت صفحة منتدى القوات المثلحة ثورة أرفقتها بتدوين جاء فيها انطلقت خلال هذا الأسبوع أولى أنشطة مناورات الأثد الإفريقية 2021 بكل من تيفنيت والقاعدة الملحقة لإنثقانة وتقرر إبعاد القوات الإسبانية من قائمة القوات المشاركة في مناورات الأثد الإفريقية بقيادة المارينز الأمريكي ومشاركة مراقبين عسكريين من 20 دولة والتي ستجرى هذه الثنى بمنطقة المحبث شرق الجدار العازلة وتجري المناورات العسكرية ما بين الثامن والثابع عشر شهر يونيو المقبلة وتشمل لأول مرة منذ عشرين سنة داخل الصحراء المغربية بمنطقة المحبث شرق الجدار العازلة وتعد مناورات الأثد الإفريقية بمشاركة ضباط كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب تتويجا ثنويا للتعاون العسكرية المغربية الأمريكية حيث ستمحور حول تمارين جو أرضية مع جنود المارينز الأمريكيين وتمارين بحرية بين البحرية الملكية الوطنية ونظيرتها الأمريكية واكد تمارين جوية بين القوات الجوية الملكية والأمريكية خصوصا إجراء تمارين تذويد الطائرات العسكرية بالوقود وهي في الجو كما ينظر إلى الأثد الإفريقي على أنه تمارين تدريبي متعدد المجالات ومعقد يشمل حلفاء الناتو وكان يتم في أربعة بلدان وهي تونس والبرتغال والسنغال وإسبانيا إذ ينتظروا أن يشمل تمارين الأثد الإفريقي المقبل التخطيط المسرحي واللوجستية الاستراتيجية وإطلاق النار من البحرية وقوات العمليات الخاصة وحتى القادفات والأصول التابتة وكانت القيادة الأمريكية العامة في إفريقيا قد أعلنت في شهر مارس من العام المنثرمة إلغاء مناورات الأثد الإفريقي لعام 2020 في المغرب ودول المنطقة للحد من تعرض القوات المشاركة في التمرين العسكرية لوباء كورونا مفضلة التركيز على التخطيط لعام 2021 وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية تعرف توترا عالي المستوى بعد استقبالها لمجرم حرب إبراهيم غالي بهوية مزورة ذعيم عصابة البوليساريو الانفصالية وقالت جريدة إل بايس في هذا الصدد إن الجيش الإسباني رفض المشاركة في المناورات العسكرية التي يحتضنها المغرب بمشاركة عدد من الدول على رأس الولايات المتحدة لأسباب قالت عنها أنها مرتبطة بتفادي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وأشارت جريدة إل بايس أن وزارة الدفاع الإسبانية أرجعت ثبب رفض دعوة القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بالميزانية التي تجبر على تحديد أولويات التمارين التي تشارك فيها لذلت قضية دخول الآلاف من المهاجرين الغير النظاميين إلى مدينة ثبت المحتلة عبر شواطئ مدينة الفنيدق ترخي بيدلالي على الشأن السياسي بالمدينة داتية الحكمة الخاضعة للسلطة الإسبانية وهو الأمر الذي اتضح بشكل جلي يوم الخميس خلال أشغال المجلس المحلية الذي شهد تبادل عبارات الاتهام والأوصاف القضحية بين رئيس الحكومة خوان ذيفاس المنتمي للحزب الشعبية وكارلوس بيرديخو الناطق بإسم حزب فوكس ما صار يهدد حتى تحالفاتهما المتوقعة مستقبلا على المستوى الوطني وعلى الرغم من أن الجلسة لم تمتد إلا لنصف ساعة فقط بعدما اضطر فيفاس لرفعها بسبب النقاش الحاد إلا أنها شهدت أحداثا صاخبة كان للحزب الممثل للسبتويين من أصل مغربي الحركة من أجل الكرامة والمواطنة نصيب منها حيث وصف فوكس بأنه عار وطني بسبب السلوكات الصادر عن أعضائه بمن فيهم زعيمه سانتياغو أباسكال الذي حاول تنظيم نشاط احتجاجية داخل المدينة ضدا على قرار المنع القضائية الأمر الذي رد عليه الحزب اليمني المتطرف باتهام الحركة بالعمال لصالح المغرب وبعد أن كان عباسكال قد وصف حزبها بالطابور الخامس في إشارة إلى ولائه للمغرب اتهمت فاطمة حامد حزب فوكس بممارسة الاستفزاز للحصول على مكاسب انتخابية معتبرة أن القبح الذي أبان عنه من خلال استغلاله للأزمة تسبب بأضرار لمدينة سبتة وهو ما رد عليه الناطق باسم فوكس بالدعاء أنهم أصبحوا الحزب الأول في المدينة مستشهدا بحصولهم على مقعد في البرلمان من سبتة وأضاف لن يكون لكم يوم النائب يمثلكم في مدريد مثلا لكن على أي حال سيكون لديكم نائب في المغرب وتسببت هذه العبارات في سراع كلامي حاد بين أعضاء فوكس وباقي المنتخبين بعدما رفض فرديخو الاستجابة لطلب ملحة من فيفاس بسحبها الأمر الذي دفع وزير المالية في الحكومة المحلية جمال إدريس دل أصل المغربي والمنتمي للحزب الشعبي إلى وصفه بالوغد والفاشية في حين حضره رئيس الحكومة المحلية من أن خطابه الموجه إلى المغرب يضر بإسبانيا بشدة قبل أن يقوم برفع الجلسة وكان فيفاس قد رد على انتقادات ممتل فوكس بخصوص عدم قيام المجلس بعقد جلسة عامة استكنائية بخصوص ما وصفه بالغزو القادم من المغرب ووصف ذلك بالمخجل بأن اتهم الحزب اليميني المتطرف بالسعي وراء المناصف واحدة من أخطر اللحظات في تاريخ سبتة مبرزا أن العار هو غياب عن المشهد في الوقت الذي كان المجلس يدرس ما يمكن فعله مضيفا كنت أقترح استراتيجية للدفاع عن المدينة بينما حاول حزبكم إحراقها تمجيدا للشعبوية ورغم أن هذا السجل السياسي يجري نظريا في مدينة صغيرة إلا أن تأثيراته المتوقعة تبدو كبيرة على المدى القريب فبالإضافة إلى كونه يبرز الاختلاف الكبير في وجهة النظر بخصوص قضية الهجرة والعلاقة مع المغرب بين الحزب اليميني المحافظ ونظره اليميني المتطرف فهو أيضا قد يؤدي إلى تعقيد التحالفات بينهما والتي يجري التخطيط لها على مستوى إقليم مدريد بعد نتائج الانتخابات الإقليمية الأخيرة ثم عاقب الانتخابات البرلمانية العامة المتوقعة الثنة 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر